مرحبا بكم أعزائي الطالبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي دارسنا اليوم يونت 4 لسون 1 اليونت الرابع الدرس الأول The Challenge التحدي موجود بصفحة 54 من كتاب الطالب صفحة 52 من كتاب النشاط طبعا قبل ما نبدأ بالشرح اليونت الرابع هو عبارة عن مراجعة لليونتات الثلاثة اللي أخذناها اليونت الأول والثاني والثالث ويعتبر آخر يونت داخل بممتحان نصف السنة لذلك الأسئلة اللي رح نأخذها هي عبارة عن أسئلة لمراجعة مواد أو مواضيع اليونت الأول والثاني والثالث وتعتبر أسئلة جدا مهمة بالامتحان الشهري وامتحان نصف السنة وكذلك الامتحان الوزاري بالإضافة لبعض المواضيع القليلة اللي ممكن تجينا بالامتحان الشهري مثل ما رح نجي نوضحها صفحة 54 من كتاب الطالب مكتوب لي فوق The Challenge التحدي هذا الدرس عبارة عن تحدي بين فريقين ينقسم الصف إلى فريقين كل فريق إلى مجموعة من الأسئلة فيصير على شكل محادثة بين طلاب اثنين كل طالب يمثل المجموعة مالتها فإذا نلاحظ هنا نمسوين الموضوع على شكل محادث بين هذا الطالب وهذه الطالبة الطالب الأول يسأل ما هي وظيفة والدك؟ يسألها مرة ثانية مرحبا كيف حالك؟ الجاوبة I don't feel well I have a sore throat أنا لست بحال جيد أنا لديه التهاب حل هاي السئلة مين نجيبها؟ الأسئلة الموجودة بأسفل الصفحة طبعا هاي السئلة Team A معناها الفريق الأول وهاي السئلة Team B الفريق الثاني هاي السئلة جدا مهمة بالامتحان الشهري وكذلك الامتحان الوزاري أما من ناحية الدرس فهو يتقسم الصف إلى فريقين كل فريق يقوم من عنده طالب يمثل الفريق مالتا يسأل الطالب الثاني وكذلك الطالب الثاني يسأل الطالب الأول وعلى أساس هذا يجمعون النقاط كل سؤال إلى نقطة معينة ويشوف الفريق الفائز احنا اللي همنا من الدرس هو الأسئلة المتعلقة B الأسئلة جدا مهمة تعتبر نماذج الامتحان التحريري من الممكن أن يجينا من أده نقطة أو نقطين فنحن نحلل السؤال بالتسلسل بعيدا عن موضوع التحدي اللي بين الفريقين أولا كم عدد أولاد العم أو أولاد الخال لديك فهنانا للإجابة يجب أن تكون نموذجية السؤال عن العدد كم عدد الأخوة لديك ذكرناها باليونت الأول الدرس الأول يكون أنا لدي زائد العدد ثري، فور، تو، وان الآخر زائد الاسم وذكرنا بالدرس الأول أنه إذا ثنيا الرقم الثنيا نفوق يجب أن يكون الاسم جمع نمبر ثو ثانيا أين يعمل الطبيب؟ ذكرناها بدروس سابقة أن الطبيب يعمل في المستشفى ويكون الجواب عنه كالاتي هو يعمل في المستشفى نمبر ثري ثالثا يمطيك ثلاثة اختيارات يقول لك هاي الجملة نستخدم لها إن لو أون لو أات خلنا نجي نشوف الجملة My mother is a housewife أمي ربت بيت She works داش هوم هي تعمل فراغ البيت نحن ذكرنا بموضوع حرق وفجر أنه الان تستخدم مع الأماكن المغلقة والأون تستخدم مع الأماكن المفتوحة والأات تستخدم فقط مع كلمة هوم لذلك الإجابة أت نمبر فور رابعا I want to be a لو أي أن زائد الوظيفة المناسبة فراغ Because I like meeting people هنا أنا مثل اللغز يقول لك من هو هذا الشخص اللي يلتقي بالكثير من الناس ذكرناها بموضوع الوظائف أن الشخص الذي يلتقي بالكثير من الناس هو أما الويتر النادل أو البايلوت الطيار فالطالب بكيف يكتب ويتر أو البايلوت لكن الإجابة الأفضل والأداب هي الويتر الويتر نخلي لها أي لو أي أن أكيد نخلي لها أي لأن بدأت بحرف صحية فنقول فيصير معنى الجملة أريد أن أصبح نادلا لأنني أحب أن ألتقي بالكثير من الناس نمبر فايف خامسا I don't feel well أنا لا أشعر بني بحال جيد أنا لدي سعال و فراغ ما هي الكلمة المناسبة أو المرض المناسب لها الفراغ دائما السعال يناسبه الكولد فهي الكولد نمبر سيكس سادسا He cut his finger جرحه أصبعه He فراغ فراغ A plaster on it اللاسق الطبي علي شين النصيحة المناسبة اللي نستخدمها لهذا المرض بما أن المرض cut his finger جرحه أصبعه يجب أن يضع البلاستر علي إذن الإجابة should يجب أو عليه أن يضع should put عليه أن يضع البلاستر أو اللاسق الطبي علي نمبر سبن سابعا What's the jug made of من أي المواد مصنوعة الجرح It is made of إنها مصنوعة من ذكرنا بدروس سابقة إن الجرح مصنوعة من الزجاج الزجاج نمبر أيت ثامنا thick ثق زائد فراغ و cheap فراغ يقول لك What are the opposite adjectives ما هي الصفات المعاكسة opposite معناها معاكسات انطين المعاكس ما thick و cheap thick لها معاكستين قد يكون thin أو قد يكون light والمعاكس ما cheap اللي معناها رخيص المعاكس مالتها expensive غالي هسا نجعل الأسئلة المتعلقة team B الفريق B نمبر وان أولا how many aunts do you have كم عدد العمات أو الخالات لديك نفس السؤال الأول team A هم لازم أقول I have أنا لدي زاعد الرقم زاعد aunts نمبر 2 ثانيا where does a waiter work أين يعمل النادل نفس السؤال الثاني team A نقول he works هو يعمل in a restaurant في المطعم نمبر 3 ثالثا كذلك in أو on أو at my uncle is an engineer he works dash an oil refinery ماذا نستخدم لـ oil refinery المصفة المصفة من الأماكن المغلقة نستخدم لها N نمبر 4 رابعا I want to be A لو A N زاعد الوظيفة because I like using computers منو هذا اللي استخدم الحاسبات why الوظيفة لتستخدم أكثر شي حاسبات هي IT programmer IT programmer نخلي لها A low AN أكيد نخلي لها AN لأن بدأت بحرف L I فيش سيصير معنا جملة وأريد أن أصبح مبرمج حاسبات لأني أحب استخدام الكمبيوتر الحاسب نمبر 5 خامسا I have a temperature لدي حمى you should علي أن طي نصيحة مناسبة لمرض الحمى شن النصيحة المناسبة النصيحة المناسبة go to bed الذهاب للنوم عليك أن تذهب للنوم مثل ما ذكرنا موضوع النصائح نمبر 6 سادسا my sister has a stomach ache أختي لديها ألم معدة she فراغ فراغ so much كيك كثير من الكيك شن النصيحة المناسبة لهذا المرض أو لهذه الجملة بما أن stomach ache ألم معدة وخالك بعد الفراغ الكيك اللي هو أكل الكيك شن المفروض نحط يجب عليها أن لا تأكل الكثير من الكيك فش أقول أقول shouldn't eat عليها أن لا تأكل الكثير من الكيك نمبر 7 سابعا سابعا من المواد مصنوعة البوت المطري they are made of أنها مصنوعة من نعرف أن العحذية المطرية مصنوعة من المطاط اللي هو الربع نمبر 8 ثامنا soft فراغ وplane وفراغ كذلك قال لي السادة أو الأبيض واسود ما هو المعاكسة لها الملون هذا لا يخص لأن الأسئلة المتعلقة بكتاب الطالب أسئلة مهمة جدا بالامتحان التحريري من الممكن أن يأتينا من السؤال أو سؤاليا بامتحان نصف السنة أما تمرين أي بكتاب النشاط complete the sentences أكمل الجمل التالية مطيك مثال نمبر 1 مطيك مثال When I grow up عندما أكبر I want فراغ a teacher because I want to help people to learn عندما أكبر أريد أن أصبح فراغ شنو الوظيفة المناسبة نتعتمد على بعضها لأنني أريد أن أساعد الناس الصغار كي يتعلموا شنو الوظيفة المناسبة لهذا الجملة نعرف أن اللي ساعد الناس أن يتعلمون هو التيتشر المدرس لذلك أريد أن أصبح مدرسا نمبر 2 ثانيا When I grow up عندما أكبر I want to be an engineer أريد أن أصبح مهندسا because لأنه أنا منطيني الوظيفة لكن يريد من عندي السبب لش تريد تصبح مهندس نعرف أن المهندس يكون مهندس لأنه إما جيد بالرياضيات ذكرنا بدروس سابقة أو لأنه يحب design buildings يحب تصميم البنايات لذلك الإجابة الأصحة والأفضل هو I am good at math لأنني جيد في مادة الرياضيات نمبر 3 ثالثا What is for a job إذا تذكرون ميايا أن هذا السؤال السؤال بوتس وكلمة job بيها هي سؤال عن وظيفة شخص موجود بالعائلة لذلك نقول what's your father's job your mother's job إلى آخره كيف يانا شحط بس لازم أخلي أستتملك زاد كلمة your رح تصير معنا جملة ما هي وظيفة والدك نمبر 4 رابعا where for a a housewife for a إذا تذكرون ميايا كذلك بموضوع الوظائف أن السؤال where ومطيني اسم وظيفة معينة هو السؤال عن مكان وظيفة شخص معين فشون تكون صيغة السؤال تكون where does the housewife or housewife work أين تعمل ربة البيت نمبر 5 خامسا a bus driver فراغ the roads a bus driver سائق الحافلة و roads أي الطرقات شنو وجه الربط بين الطرقات و bus driver اللي هو سائق الحافلة أن السائق الحافلة هو يعمل في الطرقات الشغول بالفراغ يعمل bus driver works on the roads سائق الحافلة يعمل في الطرقات نعرف أن ال roads أماكن مفتوحة لذلك استخدمنا معها حرف jr on نمبر 6 سادسا how many sisters فراغ باسم فراغ كم عدد الأخوة فراغ باسم نعرف أن السؤال بhow many يكون بعده اسم جمع زائد أما do أو does نخلي do أو does نعتمد على بعد الفراغ إذا كان he أو she أو it نخلي does فهنانا نقول does or my sister does باسم زائد بالأخير نقول have كم عدد الأخوة لدى أو كم عدد أخوات لدى باسم number seven سابعا my mother has a brother نانا مثل الحزورة أمي لديها أخ he is my هو يكون فراغ هذا أخو أمي شن نسميه بأفراد العائلة نسميه uncle الخال number eight my father has a sister أبي لديه أخت she is my هي تكون فراغ أخت أبويا شصير من عندي بالأفراد العائلة سابعا نسميها بالإنجليزي aunt هذا ما يخص تمارين A بعض جمال هذا التمارين مهمة قد يجيب لها الجملة my mother has a brother he is my فراغ ويطين اختيارين بسؤال المفردات لذلك هذا التمارين يعتبر من التمارين المهمة أما تمارين B read and write the number of the correct picture اقرأ واكتب رقم الصورة المناسبة لهذه الجمل رح نجي نقرأ الجمل نترجمها ونوصل الصور اللي أسفلها بما يناسب كل جملة نجي نقرأ النص I am a bus driver أنا سائق حافلة حاطلي مربع يا هيا من ذن الصور اللي تناسب هذه الجملة نلاحظ بالصور نشوف هذه الصورة سائق الحافلة اللي هي صورة رقم 4 نخلي رقم 4 بي المربع I work on the roads أنا أعمل في الطرقات I drive the school bus أسوق باس المدرسة أو حافلة المدرسة The roads in Baghdad are very busy الطرق في بغداد مزدحمة جدا There are lots of cars هناك الكثير من السيارات تكسيز وسيارات الأجرة وطرق الشاحنات and buses والحافلات نجي نشوف شنو الصورة المناسبة لهذا النص نلاحظ أنه صورة الشوارع المزدحمة صورة رقم 1 إذن نخلي رقم 1 نعنا I usually drive lots of children to school in the morning أنا دائما أقود الكثير من الأطفال إلى المدارس في الصباح and take them home in the afternoon وأخذهم إلى البيوت في المساء شنو الصورة المناسبة لهذا النص ندور بالصور نرقى صورتها لأطفال اللي دي سعدون بالحافلة إذن نخلي رقم الصورة اللي هو رقم 6 I wake up early أصحى باكرا شنو الصورة المناسبة أكيد صورة الساعة إذن نخلي رقم الصورة اللي هو رقم 2 and have my breakfast أحظى بفطوري then I drive my big yellow bus ثم بعدها أقود حافلة الصفراء الكبيرة from the bus station من موقف الحافلات شنو الصورة المناسبة لهذا الجملة صورة رقم 5 صورة الموقف الحافلات sometimes بعض الأحيان children leave their bags on the bus بعض الأحيان الأطفال يتركون حقائبهم on the bus في الحافلة شنو الصورة المناسبة لهذا الجملة صورة رقم 3 اللي هي صورة الحقيبة I put the bags in the safe place أضع الحقائب في مكان آمن and give them back the next day وأرجعها لهم في اليوم التالي هذا ما يخص تمرين بي مجرد تمرين ليعطاء فرصة للطالب أن يقرأ أكثر ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استفسار أو أضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون وياي على حسابات الموجودة أمامكم على الشاشة ترجمة نانسي قنقر